السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين يا ترى بتوقل السنة ويعملوا ايه في الامتحان التجريبي له عملتوا في الطمانونة كده كزا حد يكلمني من الاكسر ومن قاف الشيخ ومن كزا محافظة اكدوا لي ان الامتحان ما وصل لهمش اكدوا لي ان السيستم واقع اكدوا لي حاجات كتير فيا ترى الموضوع ده على مستوى الجمهورية كلها هل فعلا الامتحانات ما وصلش لكزا تابلت ولا الدنيا ماشي ازاي عاوزين نعرف الكلام ده كله عشان نعرف نحدد ان كان هيبقى الامتحانات ورقي والالكتروني ولا احلى ان نتضرب بس وخلاص ولا هي مصاريف وخلاص فياريت كلنا نكتب كده في التعليقات او اي حد في اي محافظة عملت ايه في الامتحان النهاردة الامتحان كان جاي صعب ولا سهل الامتحان جالك على التابلت ولا مجاش جالك عن طريق شبكة الواي فاي ولا عن طريق شبكة التابلت قولولي في التعليقات كل حاجة بحيث اللي احنا نبقى عارفين بنتكلم ازاي ونوجه رسالتنا للدكتور طريق شوقي يا ترى الامتحان دكتروني هتمشي في مصر كويسة ولا كلها في شينكو ملاش اي لازمة ولا هتبقى كلها ورقي وخلاص والتابلت يبقى ما هوها الا وسيلة تعليمية بدل ما يبقى ضياع لمستقبل الطلبة في اجيال كتير قادمة ان شاء الله واللولي ضروري تعليقات ايه رأيك في الامتحان بتاع النهاردة وايه اللي حصل في الامتحان النهاردة هنتظركوا في التعليقات سواء على قناتنا قناة اجيال اندلس او جيال اندلس تيفي او صفحتنا يحدث في التعليم على الفيسبوك او على الانسة او على تويتر او على اي مكان المهم اكتبونا في التعليقات ايه اللي حصل معاكم النهاردة تحياتي ليكم وساما رزق مؤسس اجيال اندلس يلا سلام تحياتي